عيد مبارك على الجميع إنه وقت الفرح ووقت اللقاء مع الأحباء وطبعاً وقت المائدة العامرة بلحوم الأضاحة قبل أن نبدأ هذه الفقرة الغذائية اللي نخصصها لفوائد لحوم الأغنام نبدأ بهذه القصة الجميلة فقط على سبيل الابتسامة فيما يحتفل المسلمون في جميع إنحاء العالم بعيدة للأضحى وتتم التضحية بملايين الماشية هناك أغنام يتم تربيتها في السنغال ويمنع التضحية بها مهما كان الثمن هذه الأغنام التي يمكن أن يصل سعرها إلى عشرات الآلاف من الدولارات تعيش حياة فاخرة في صلاة خاصة حيث يتم تدليكها والعناية بها ويتم إطعامها بمحاق مليئة بالفيتامينات الله يعني صراحة مشاهد تفتح النفس دعونا نرحب في الستوديو باختصاصية التغذية ريتا وعونس صباحك ريتا صباح النور وكل عام وأنت بخير وعيد مبارك أكلت لحمة؟ كل عام وأنت بخير إن عاد عليكم بالصحة والعافية أكيد أكلت لحمة أبا الحمد للنا هناك أحدا ما أكل لحمة بالعيد أنا خوفت جاية تقولي لنا تنبهينا من الكوليسترول وتنبهينا من لا خلينا نتبسط بالعيد نتكلم عن فوائد الغذائية الموجودة في لحمة الأبقى الأغنام تحديدا اللحمة عندها فوائد عديدة لأنها غنية بالبروتيين هذا أهم شيء غنية بالفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 لا نجدها بالمصادر النباتية نجدها فقط باللحوم والمصادر الحيوانية فيها فيتامين بي 6 و فيتامين بي 3 فيها عدة فيتامينات موجودة وغنية فيها ولكن ننتبهي أنها غنية بالدهون ويوم واحد في سنة وهذا مظبوط 100% لا نستمدع دعنا نجيب على سبيل المثال إذا لدينا مثلا 100 جرام من لحم الغنم 100 جرام من لحم الغنم فيها تقريبا 300 سعر أحرارية مظبوط بالنسبة للدهون فيها تقريبا 20 جرام دهون نحن نحكي لحم الغنم 100 جرام وفيها بروتيينات تقريبا 25 جرام بروتيينات بس 100 جرام ترى قدي كده مظبوط على حسب ما هو كل شيء مسموح بس كل شيء مسموح باعتدال فاللحم الغنم طيبة وفيها فوائد وإذا نستفيد منها بس باعتدال لأنه حسب قديمة ناخد كمية كل إنسان بحاجة لكمية مختلفة بجسمه طب لو قررناها بمية جرام من لحم البقر مية جرام رحم البقر فيها أقل شوية دهون أكيد على حسب القطعة من وين من البقرة بس فيها تقريبا 15 جرام دهون فيها 250 سعر حرارية أقل شوية بالسعرات الحرارية ما كتير فرق يعني هنا متشبهين ببعض بس أقل شوية بالسعرات الحرارية والدهون لبروتيينات أعلى نجزة فيها تقريبا 27 جرام بروتيين ممتاز ممتاز أيضا لو قررنا اللحوم الأبقار أيضا فيها عناصر غذائية أيضا أخرى اللحم البقر أعلى شوي بالزنك من لحم الغنم بس لحم الغنم أعلى شوي بالسيلينيوم من لحم الزنك من لحم الأبقار طيب يعني كيف نسوي التوليف هذا يعني عشان نستفيد من لحم البقر بكل الفوائد الغذائية اللي فيها وأيضا الغنم يوم نتبح خروف ويوم نتبح كل واحد على حزق بالرغبة طبعه كمان هو شبح بيأكل شعب بيأكل لأنه هنا تقريبا متشبهين بالقيم الغذائية بيفرقوا شوي هلأ عن الدهون لأنه هلأ كمان هنحكي بعدين يمكن بفتكر أو لازم نحكي عن الدهون الغير مشبعة الموجودة بقلب لحم الغنم مصبوط فهو لأنه فيه كمانا يعني مثلا الفيتامينات تقريبا ما بتختلف بس بيختلف شوي الزنك والسيلينيوم بين لحم الغنم ولحم البقر طيب خلينا نتكلم عن الدهون لأنه فيه ناس كثير يقولك ما بيحلل الطبخ غير بالشحم تبع الدهن اللي هو بيجي مع الخروف اللي هو الأبيض كده فبتلاقي يوم بيقطعه هو بيعطيه طعام طيبة صح حتى وقت تكليه هيك بتحسيه مثل هيك طاري جدا لأنه من الدهون تبعه كمان والدهون بالقلب لحم الغنم هنه دهون مشبعة ودهون غير مشبعة هنه دهون منيحة قسم منه ودهون مش منيحة قسم منه الغير المشبعة هنه أوميغا ثري نعم موجود أوميغا ثري في اللهم الغنم نعم أكيد موجود وأعلى من لحم البقر موجود الأوميغا ثري هلا أكيد مش بقد كمية الموجودة بقلب الأسماك بالضبط طبعا ما فينا ما في شي بيتكارن للأسماك بس موجود 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 بقلب لحم الغنم وأكتر نسبته من لحم البقر طيب خلينا نتكلم على طريقة الطهي ومستويات الطهي اللي تختلف من ناس لمجتمع لآخر يعني فيه ناس مثلا بيأكل الكبدة نية تماما أو اللحمة بتكون نية تماما فيه ناس يقول لك لا أنا أحبها ميديا مول أو ويلدن كيف تحبيها يارين؟ أنا ميديا مول صراحة أنا كمان ميديا مول صراحة لكن الناس اللي بيأكلوها نية هل هاد فيه خطورة أو اللي عادي؟ هلا بالطبيعي إذا عم نحكي عن السلامة معقول يكون فيه خطورة للبكتيريا لأن اللحمة نية فيه عندها خطورة أكتر لأنه يكون فيها بكتيريا ما بتموت يعني طبعا يمكن ما يكون فيها إذا كانت مزبوطة اللحمة ومنيحة وعملين تخزين بمحل منيحة وإلى آخرية ما حيكون بس اللي يعرفون أنه يجب أن يتاكل معها أشياء أخرى فيها أسيد زي مثلا الحاموض البصل أفضل صح أفضل هلا الوقتها هي اللحمة نية فينا نكلها فينا نتناولها بس مهم لكون محطوطة بمحل منيح يعني عم ناخد لحمة منيحة لأنه تكون فيها نسبة عالية إنه واحد يكون عنده أمراض من تقلي من الغذاء أوكي لأنه فيها معقول يكون البكتيريا تأزينها بس مش ضرورة مش بالضرورة يعني مصبور طب مين الأشخاص اللي ما ينفع يأكلوا لحم بزيادة؟ كل العالم كلنا؟ كل العالم ما بينا يعني أنا بحب اللحمة طبعا بشير بحب اللحمة بس في عنا لميت يعني في عنا اعتدال لأنه اللحمة غنية بالدهون طبعا نحن بحاجة لألف فيها مفوايد بس كمان كل شيء زاد بالمعنى نويس يعني مثلا فيه ناس عندهما النقروس أو أصحاب أمراض مزمنة هل يستطيعوا أكل اللحوم؟ يلي عنده مثلا نسبة كوليسترول عالي مصبور لأنه الدهون المشبعة كتير تأزي الكوليسترول العالي يلي عندهن أمراض بالكلاوة بدي يكونوا عم بنتبهوا يلي عندهن أكيد المرأة الحبل ما فيها تكون عم تاكل شي ناي مصبوط مصبوط أنا بدي أبغاها بكل فوائدها الغذائية يعني هل الأفضل أني أشويها هل الأفضل أني أسلقها عشان لا تفقد العناصر الغذائية اللي فيها؟ هلأ العناصر الغذائية بقلب اللحمة عادة ما منفقدها كلها يعني إذا نحنا طبخناها للحمة وقتا نحنا نطبخ اللحمة مظبوط ما تكون هي غير يعني وقتا تكون ما تكون نادرة تكون متهية مظبوط هلأ نحنا نطمّن بالنا من زجهة البكتيريا عم تموت كل البكتيريا بس وقتا نطبخها على حرارات عالية مش طبخ السلق وقتا نحنا عم نحنا نحط على حرارة عالية للحمة هلأ نحنا نكتر من الهايدروكربونات ومن بعد المدادات المركبات الضارة اللي بتزيد من نسبة السرطان هدي بالنسبة للشويق أو التشويق بالنسبة للشويق صح مظبوط وقتا أنا كون عم نحط على حرارة كتير عالية فمش أنك مفضل أنه نحنا نكون عم نحط على حرارة كتير عالية أو نكون عم نكترها ميديوم والتشويق في النهاية يعني هو يوم في السنة نستمتع فيه مش بس يوم حتى أكتر من يوم أكتر بس إنه نضع عذر شوية يعني صح هلأ يوم العيد كل شيء مقبول مقبول ريتا عونا مرتي أحلى من العيد يعني استمتعت بالحوار معاك شكرا لك وأتمنى لك عيد سعيد عيد سعيد شكرا لك أهلا بكم من جديد ككل عام تشارك جمعية الكشافة السعودية في موسم الحج بأدوار مهمة وأساسية منها إرشاد الحجاج في المشاعر والمسجد الحرام قصتنا مع أحد أبرز رموز الكشافة السعودية مع الزميل علي الشريف من مكة المكرمة قدموا من مختلف أنحاء المملكة غايتهم واحدة خدمة ضيوف الرحمة يجرون آخر استعداداتهم للانطلاق في عملية مسح موسع لهذه المنطقة لتنفيذ عمليات الإرشاد في يوم عرفة شيء جميل أنه خدمنا الحجاج وكان القادر اللي كانوا معانا هيئنا بيئة السكان بيئة التعلم والخرائط اللي قدموها لنا فكان أشياء محفزة لنا تسبت منه البشاشة الاقتصاد الصدق الأمانة هذا كلها قانون في الكشافة سعد الفرج عالم من أعلام الحركة الكشفية السعودية أكثر من أربعين عاماً قضاها في هذه المعسكرات يحمل رسالة نبيلة بناء جيل قادر على العطاء وخدمة البلاد الكشفية مدرسة تربوية تعدد طالب مجالاً في الحياة في جميع المجالات في المعسكرات المعسكر قيادة مرامج قيادة ساحة قيادة أفراد عندنا التقذية عندنا برامج البرامج الكشفية سواء في الساحات الخارجية أو الداخلية متابعة الكشافين فتخرج قيادة يخدم وطنه هذه المدوعة للطالع يا جاي الالتزام أخذه على عاتقه طيلة هذه السنوات يوجه ويغلس بذور الانتماء والتطوع الحقيقي يرى أن الحركة الكشفية أحد أهم مدارس الحياة لبرنامج صباح العربية علي الشريف مكة المكرمة الله تقرير جميل بفعل راوي أنت عارف أنه عندنا في السعودية خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة في المواسم زي كده حتى في رمضان تلاقي الصغار السن يشاركوا في خدمة الحجاج وضيوف الرحمن يعني بكل ما لديهم يعني بالذات الكشافة تلاقيهم حوالين الحرم موجودين يساعدوا في إرشاد الحجاج يدفوهم بالعربيات يوسطلوهم أحيانا حتى الفندق يكونوا ضيعين أو الأطفال الصغار وكده يعني حتى تلاقيهم يبادروا أن يشيلوا لهم أغراضهم يبوا يساووا أي شيء بس يكون الحاج مفصول تتخيلوا كل هذا من غير أي مقابل وطمع ضيوف الرحمن طبعا وأهل المدينة طبعا سواء كان مكة أو المدينة بيحسوا أن هذول أيضا ضيوفهم ضيوفهم هو جميل جدا شفنا تقارير كثير عبر السنين الحقيقة وإحنا منتابع ومنغطي موسم الحج أدي فيه بالفعل شباب وحتى صغار أنت بتتحدثي كمان أطفال متطوعين زي ما قلت مجانا لمساعدة وتسهيل أداء الحجاج لمناسكهم والأجمل من هيك أنه بتحسي بأنه فيه تنظيم يعني هو مش عملية عشوائية أي شخص يريد أن يتطوع يستطيع ولكن في إطار منظومة جميلة وناجعة في إتمام هذا الموسم على أكمل وجه طبعا طيب خلينا كمان نروح مع زميلنا علي الشريف في أولى وقفاتنا في زواء المراسلين اليوم وأكيد من موسم الحج يسعد صباحك يا علي ومن صح الطواف يعني صراحة جميلة يا بختك ما شاء الله فكلمنا عن اليوم أول أيام التشريق صباح الخير ريم بالفعل يعني الحمد لله المحظوظين في وجودنا في هذا المكان ووجودنا مع الحجاج في هذه المنطقة بالفعل يعني اليوم نشهد أول أيام التشريق لا يزال الحجاج يواصلون القدوم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة لمن لم يستطع يعني يوم أمس وكذلك الصلاة في المسجد الحرام حتى هذه اللحظة نشاهد تواصل توافد الحجاج إلى المسجد وسط يعني منظومة من الخدمات اللي تسهل عليهم دخولهم وخروجهم وأيضا تسهل حركة الحشود في المسجد الهيئة العامة لشؤون العناية بالحرمين اتخذت مجموعة من الإجراءات قبل انطلاق الحج كم من شأن هذه الإجراءات هي تنظيم الحركة أيضا تقصص عدم البوابات للدخول وأيضا بوابات للخروج المنظومة هنا في الحرم المكي تعمل على مدار الساعة الجهود متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن لتقديم أفضل العناية بالحجاج في هذه المنطقة يعني ميزة الحرمين الشريفين أو الحرم في أوقات الحج يشهد ذروة كبيرة وأيضا العمل يكون متواصل الكل يعني يحاول ويبذل جهد لتقديم أفضل صورة خلال هذا الموسم اليوم الجهود نشوفها جهود كبيرة سواء من المتطوعين من العاملين من الكل صراحة يعني صحيح هناك موضوع آخر أيضا الحقيقة يعني ملفت للنظر موضوع حضانات أو حضانات أطفال الحجاج أكيد في عندك كثير تفاصيل نعم راوية بالفعل يعني التفاصيل في هذا الموضوع هو الحضانات فكرتها أن الحجاج اللي قادمين من سواء من الداخل أو من الخارج تنقل الأطفال معهم في المشاعر ربما يكون في مشقة وفي تعب على الأطفال وعلى ذويهم الهيئة العامة لشؤون العناية بالحرمين أطلقت مبادرة بالاهتمام بالأطفال في هذه الفترة باستضافة الأطفال داخل هذه العناية تقوم على خدمتها الأطفال أخصائيات ونساء متخصصات في العناية بالأطفال مدة الاستضافة هي طيلة فترة الحج تقوم على خدمتهم ورعايتهم وأيضا تمكن ذويهم من أداء المناسك بكل يسر وسهولة الخدمة خدمة جليلة خصوصا أن الحاج ربما يعني في فترة من الفترات لن يستطيع القدوم إلى الأداء الحج وفي نفس الوقت عنده مسؤولية كبيرة في رعاية أطفاله لكن هذه المسؤولية الحضانة اليوم قامت بدور كبير في العناية بالأطفال بيئة مهيئة مكان يمكنهم من اللعب والتعلم وأشياء كثيرة يمارسها الطفل بكل أرياحية وفي نفس الوقت يمكن أهاليهم من أداء العبادة بكل يسر وسهولة وبطوأنينة خصوصا أنه لما يكون في جهة رسمية تقوم على خدمة الأطفال هذه ورعايتهم وتقديم أفضل صبل والراحة لهم فأنت وفرت على الأهل وكمان وفرت بيئة مناسبة للطفل ليتمتع بعض الأطفال وجودهم مع أهاليهم أثناء العبادة يعطل عليهم يزعج لكن اليوم في مثل هذه البيئات بيئة الحضانة تساعد بشكل كبير على الطرفين سواء للطفل أو لذويهم أمن وأمان وسلام وطمأنينة من مكة المكرمة الزميل علي الشريف شكرا لهذه القصص وشكرا لنا لوجدك معنا في هذا الصباح شيء رائع الذي نشوفه وتسهيلات عظيمة وأنت أكيد عندك مشاهدات على عبر السنين يعني كونك من المدينة المنورة أكيد كان فيه وجود المرأة اليوم صار موجودة بكثرة وكثير والمتطوعات وأتوقع طبعا أكيد الحضانات هذه تديرها السيدات فهذا شيء جدا جميل بسهل بالفعل يعني مثل هذه الخدمات تسهل على الحاج أنه يؤدي مناسكه أو أنه يقبل أصلا أنه يذهب للحاج لأنه اللي عنده أطفال صغار ساعد جدا فيه ناس مضطرين يسافروا مع أطفالهم ويجيبوهم معهم فهذا لراحة الحجاجة في النهاية عموما كمان إلى أجواء العيد في العراق تحديدا في إقليم كردستان هناك المنتجعات السياحية وسط الجبال هي محطة استراحة للعائلات البغدادية والكردية لقضاء عطلة عيد الأطحى المبارك كاميرا صباح العربية تجولت وسط جبال بل كايتي شمال أربيل مع مراسلنا أحمد الحمداني يحرص أمجد وعائلته كل عام على قضاء عطلة العيد في منتجعات أربيل السياحية فما أن يحل العيد حتى يتوافد الآلاف من العائلات من وسط وجنوب العراق إلى مصيف إقليم كردستان وسط جبالها الشاهقة مستمتعين ببرودة ينابع مياهها العذبة وأجوائها المعتدلة بعيدا عن صخب شوارع العاصمة العراقية بغداد الجو حار تعرف بغداد درجة الحرارة توصل للخمسين للواحد وخمسين هنا لا الجو حلو درجة الحرارة حلوة عشرينات خمسة وعشرين ثلاثة وعشرين بالليل نخلص فترة العيد ونرجع إلى بغداد إلى وظائفنا إن شاء الله وليس بعيدا عن أمجد وعائلته تكاد أن تكون المنقلة والجمر الوسيلة الوحيدة لشواء لحم الأضحية وكذلك صنع الشاي والقهوة في هذه المنتجعات السياحية تقليد حرصت عليه العائلات الكردية أن تكون حاضرة وبقوة في أيام العيد وغيرها من المناسبات كما يفعل كاكا عمر وزوجته دنيا خان نأتي إلى هنا أنا وزوجتي في العياد والمناسبات خاصة في الصيف نبيت في هذا المكان بصراحة أجواء أربيل جدا حارة بعكس الأجواء هنا جدا جميلة وآمنة تغص جبال إقليم كردستان بالمحتفلين بعيد الأضحى المبارك قاصدين عيون المياه والأنهار واستستعدادات حكومية وتسهيلات كبيرة تقدمها لهم من أجل إنجاح مراسيم احتفالات العائلات العراقية بهذا العيد فكل عام والجميع بخير لصباح العربية أحمد الحمداني شمالي أربيل يعني صراحة أجواء عيد الأضحى في كل مكان جميلة ورائعة ونتشارك ممكن حتى إحنا نحب نطلع مزارع نحب نكون في القرى في الأماكن اللي فيها كده زرع وموية ونستمتع على قولك نحط البطيخة في الموية الباقس أنا سعيدة بأنه يعني خلال عدة سنوات قادمة رح يصير عيد الأضحى وحتى عيد الفطر يجو بفترة من السنة اللي تكون التأثير جميلة خصوصاً في منطقة الخليج مش فاعل الكانوا يقولوا بيحبوك اي تركوك لوحدك خلوك لا كتبوا لك على ماسنجر ولا على تويتر ولا فيسبوك من بالهم هني شالوك تركوك لحالك وعافوك ما عادوا يتذكروك وعبروا فيلك عملوا بلوك عبروا فيلك عملوا بلوك وعبروا فيلي عملوا بلوك عملوا بلوك بلوك غاب شوي عن الدراما لكن لم يغب عن الفن من أبو بدر في باب الحارة إلى عالم الغناء والفيديو كليب لكن رغم بعض الآراء المنتقدة لتجربة الجديدة ضيفنا مستمر في مشروع الغناء والمونولوج ويرى أن الغناء في مساحات أكبر للتعبير خلونا نشاهد آخر انتاجات ضيفنا الفنان محمد خير جراح وبعدها نبدأ حوارنا شكرا موسيقى محمد خير جراح سعد صباحك وعيد مبارك سعدين بوجودك معاني اليوم خلينا أبدأ معك من هذا الفيديو كليب وهذا الأغنية الساخرة اللي بتحكي واقع إحنا عايشين وصراحة إيش الفكرة اللي جات على بالك وقلت أنا بدأ أسوي هذه الأغنية وإيش الرسائل من خلفها هلأ أول شي أنا إلي مدة طويلة بتتعاون مع فنان كبير اسمه الأستاذ نهاد نجار في عالم الأغنية الناقدة والساخرة طبعا هو والله يرحمه الشاعر صفوح شغالي طبعا دائما فيه لقاءات بيني وبين الأستاذ نهاد وخاصة أنه مقيم أيضا معي هون بالإمارات صلنا مدة طويلة فقاعدين عم نحضر شغل شيء تاني يعني أنا في بعض المونولوجيات القديمة عم حاول إعادة توضيبة وخاصة أغاني لبابا فأمالي أبو عبيد فيه غنية بدي أسمعك إياها فأتل له هات لأشوف والله لسه ما حطت الديمو دغري عجبتني ولقطتني والموضوع حار وجديد وخاصة أنه يعني فيه غير أنه نحنا فيه انتقاد لعالم السوشيال ميديا فيه انتقاد لعالمنا وعلاقاتنا الخاصة فأتل له أبو نزير طبعاً لحلابية بحبه أبو نزير أبو محمد أبو عبدو أبو حسين كذا فقال لي خلص وفعلاً ما في أربع خمس أيام سجناها وبعدها صارت الصدفة إنه أنا التقيت بشاب ابن رفيا بدي أعمل ليريكس فيديو ما كنت مفكر أعمل لها فيديو كليف أخذ الليريكس فيديو بدي أعمل لها وعمل لها والله وأم قال لي والله نحنا الشركة حابين نعمل الأغنية نعمل لها فيديو كليف وعننا تصور معين حول الأغنية حلو عرض علي سكريبت والله دغري وفات حلو كثير وغريب وخاص وكذا وهيك صارت حلو لكن لازم أتوقف معاك عن نقطة معينة جاتك انتقادات كثير إنه كيف الفنان الكبير محمد خير الجراح توجه إلى الفيديو كليب والأغاني الساخرة بعد ما أدى أدوار كبيرة جدا في الدراما السورية أنا بعتقد أنه يعني هي وحدة من أحد أهم عيوب الحقيقة السوشيال ميديا العالم يعني ما لي ضد الانتقاد أو هذا عنده ملاحظات أو رأي يعني باللي أنا عم بعمله وخاصة ضمن الصيغة قديش هي الصيغة اللي أنا عم أقدمها هي مناسبة أو ملائمة أو بتقدم فائدة أو بتضيف إضافة لهيه هذا اللي لازم يتحاسب أما أنا ليش عم غني أنا بعتقد هيا يعني صار فيه تدخل حقيقة بأنه أنا شو هي خياراتي أنا الشخصية أنا يعني شو أنا حابب أعمل شو حابب أفكر شو حابب أقدم حالي شو حابب أقول من وراء أي مشروع عم بعمله وأنا مثلا هلا ما عم بشتغل كتير دراما عم بشتغل ما بس منولوجي عم بشتغل مسرح عم بعمل شويات على خشبات مسارح وبمطاعم وكذا هي وجهة نظر حية غير أنه أنا كمان بشتغل فيها يعني وهي فأنا يعني مع تحفظي على كل اللي قدموا انتقادات ومع احترامي لرأي أي حدا لكن أنا أعتقد أنه خلينا دائما وقت بدنا نتفرج على أي شغلة ونقيمها ندخل عليها من شرطة مضبوط أنه إذا كنا هذا عم يعمل غنية هاي الغنية كلامة سيئة ولا لحنة ممنيح ولا طريقة أداءه بشعة لا كل شيء رائع صراحة أنا هذا اللي بدي يجب أنه وفي الأخير حضرتك فنان فنان متكامل تستطيع أنك تأدد أشياء مختلفة خصوصا أبا توقف معاك على دورك في بابا الحارة وأبا بدر اللي معلم طبعا معا كل الان هل هذا يعني بعد ما سويت هذا الدور الكبير وبعد ما علمت عند الناس وجدت أنه فيه صعوبة أنك تساير هذه القمة اللي وصلت لها لا 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 أصبح صعب عليك أنه تختار أعمالك بحكم أنه أنت سويت شيء مرة كبير وعلى ما أدنى والله ما هو هذا السبب الحقيقة هو إضافة لكل شيء أنا عم بعمله لأنه أنا بعد باب الحارة وأبو بدر عملت شخصيات وكاركترات هلأ ربما ما أدرت توصل مثل ما وصلت شخصية أبو بدر بباب الحارة بسبب انتشاره الواسع عربيا والحقيقة مسلسل ترينت وأنت عامل شخصية قوية بمسلسل ترينت لكن أنا بنفس الوقت يعني بعد باب الحارة عملت كاركترات مهمة كثير كثير الحية وكاركترات وشخصيات صحيح وعلمت عند الناس يعني عندك قدري تبع صبايا كثير معلم عند الناس جوهر بمالحة معلم جدا عند الناس عملت لي موم بالحرم لك بعدين كثير متأخر يعني من شيء أربعة سنوات خمسة سنوات كمان كاركترات نافرة وقوية لكن الحقيقة الانطباع اللي ملزق نحن مثل كثيرين حياة ملزق عند الجمهور كاركتر معين فهو موصوب فيه بالضبط هذه المشكلة اللي بتحصل مع الفنانين إنه بيرتبطوا بكاركتر واحد في تعليق أو في تصريح لك كان في لقاء قريب وصراحة لفت نظري قلت إنه ما في مسلسل جاء زي ليالي الحلمية وإنه ما في يعني هذا هو الأكثر من مسلسل منه لي رسائل ولي فكر ولي وكذا برغم إنه الدراما السورية هذا الرمضان في الموسم الرمضاني كانت هي الأقوى على الإطلاق كيف تشوف الدراما السورية اليوم الدراما السورية الحقيقة رجعاني هلأ من مدة قريبة وخاصة بعد يعني انتهاء الظروف الصعبة اللي مرت فيها البلد رجعاني رغم إنه هي ما غابت الحقيقة غابت يمكن عن إنتاجها من الداخل السوري نعم بشكل كثيف هلأ رجعاني حتى من جواد سوريا يصير فيه إنتاجات الحقيقة خوية جدا خلوية باذخة وتقيلة وعم تقدر تحقق جمهور صحيح صحيح أنا كنت عم بحكي مع ملاحظة عم بحكي على ليالي الحلمية أو عن هذا النوط لأن غير ليالي الحلمية نحن حتى بسوريا كان فيه مسلسلات كانت العالم توقف يعني تترك كل شغلة وتروح تتابع المسلسل أنا كانت ملاحظتي واحدة أول شيء مسلسلات من عملت بنجوم من عملت بممثلين كبار ما كانوا ستارات يعني ما كانوا هنن نجوم بالمواصفات اللي تتعامل فيها هلأ الدراما والفيلم العربي في مواصفات معينة للنجم الستار اللي بينباع على أساسه المسلسل المسلسل كانت العالم تشوفه قبل ما نجهزها يعني ما كنا نمهد له بأنه فيه على السوشيال ميديا على الفيسبوك على تويتر أو أخبار أو الإنستجرام أو فيديوهات ترويجية عبر المحطات أبدا عن إطلاق كنا نعود قدام التلفزيون ينعرض المسلسل يقوم نتعربة كل لياتنا فيها صحيح كما صار بباب الحارة مصبوط وهذا هو باب الحارة بالأجزاء الأولى العالم ما عنده أرضية عنه بسا العمل أثبت نفسه هو اللي يشد الناس بي مي هاي هي الملاحظات اللي كنت عم بيحكيها كنت عم بقول ليالي الحلمية عمل حقيقة فيه عمق كثير فيه عمق درامي حقيقة وتناول فيه مرحلة تاريخية والعلاقات الاجتماعية وتطور المجتمع المصري وانتقاله من مرحلة لمرحلة متكامل متكامل أدب خلين نقول روائي طيب خلينا نروح كمان على الاحتفال بالعيد وبما أننا بنحتفل بالعيد وأطباق العيد وهو أكيد يوم فرح ويوم الأطباق العشاهية خلينا نشوف كليب للأكلات الحلبية اللي حضرتك تكلمت عنها الأكلات الحلبية في الأمصات العربية ولمنفسك تأخذ الميدالية تابيحة أمحلوطة وعشفها مضوس الأمقلة وتنبورة جدرت البرقل والرسو جس المصف البندورة طوامة وستك ليلة ومؤلبة تاتي محرورة عجي قمت وعجي عيون مقالي كثيرة ومشهورة جميل جداً يعني هذا الأغنية بتتكلم فيها عن الأطباق الشهيرة في حلب بحلب بلدك صحيح؟ أنا من حلب من حلب من حلب ليش نسويها؟ ومجد إيش مهم أنه الواحد الفنان برضو يهتم أنه ينقل تراثه أو ينقل ثقافته إلى العالم الحقيقة يعني عم تحمليها أكتر من وهذا اللي حصل الحقيقة صارت الحقيقة أنه الأغنية صارت بشكل طريف بلدك أنا بسبب التعاون المستمر بيني وبين الأستاذ نهاد نجار والأستاذ صفوح شغالي الله يرحمه كانوا دائما كل ما يختر على بالهم في مشاريع الحقيقة ما بيغنوها مطربين يعني هلا مثل هاي موضوع الأغنية الأغنية الأكلات الحلبية أنا ما بعتقد أنه رح يطلع فيه مطرب أو شاب أو شابة تطلع تغني هاي الغنية هي بحاجة لواحد طريف يقولها بشكل خفيف الظل هلا هي وفيه أغاني تاني كتير أنا عامل كتير من هذا النمط غير قصة الأكلات الحلبية أنا عامل أعمال انتقادية أخرى الأكلات الحلبية صارت القصة أنه في بعض الجهات في باكلان في العالم قامت بتوسيق وسرقت منتجاتنا الفلافل والحمص والولولولولولولول فأنا بعتقد أنه هاي بصير مسئولية عندك أنك أنت توسق هذا الحكي وترجعها وتكون هي ترجع إليك وتقولها بشكل طبيعي ما نقول أنه هي لفلان وعنلان والأكلات الحلبية خلينا نقول هي جزء من ثقافة بلاد الشام المنطقة العربية سوريا ولبنان وحتى الأردن وفلسطين في شيء كتير مشترك بناتهم يعني فيه أكلات من أولى هون ببقى فيه بقى التفاصيل الخاصة بكل البلد صراحة شيء جميل جداً وفن رائع اللي بتقدمه الفنان محمد خير شكراً لوجودك معنا لكن هتفضل معنا لأنه معنا طبق مندي وخروف يا رطيف حانا نستمتع فيه مع بعض أعمل دايب طيب نبلاش دايب تلي يوم ما في عيدة بعدسة انتقائية وخيال واسع يبدع المصور شريف شم في اعتقاد صور مميزة لأناس يتجولون في شوارع ميلانو شغفوا بالتصوير وأسلوب الفني في اختيار اللقطات جذب أكثر من مليون متابع على صفحات مواقع التواصل لمتابعته من ميلان ينضم إلينا المصور الفوتوغرافي شريف شم يسعد صباحك شريف صراحة أنا اتفاجأت أنه أنت سنك صغير بهذه الصور الاحترافية الرائعة اللي دائما أشوفها هو أقول أنا أتمنى أتصور زي كده برغم أني بأروح أصور صور احترافية ما تطلع كده ولكن ما شاء الله عليك بتطلع صور سريعة وبشكل احترافي أول شي كلمنا عن الفكرة كيف جاتك فكرة تصوير الجمال والأناقة في الشارع صباح الخير أولا الفكرة جاتني بدأت كهواية لأن أنا كنت شاب محب للتصوير فكنت بأنزل مع أصدقائي أصور وكده بعد كده الموضوع تصور شوية مع الوقت بيتصور ناس أصدقائي ناس تانية كهدية بعدين جاني فكرة من أخويا رشح لي فكرة اللي هي الستريت فوتوغرافر اللي أنا أنزل أصور الناس وسجد الحديث ما بينهم وأعرضوا على السوشال ميديا لأن أنا كده بالفعل كنت بسوى فأخويا أداني الفكرة أنا قلت أجرب أعملت الفكرة وعجبت الناس عادت في البداية على إعجابات ومشاهدات فحبيت أن أكملت في الموضوع والحمد لله يعني الناس بتحب اللي أنا بعمله وبتوفيه من ربنا رائع جدا يعني لكل صورة قصة وحكاية وأكيد لكل صورة في لها كده شيء انت جذبك فيها خلينا نشوف بعض الصور وأشرح لي إيش هذه الصورة وإيش القصة خلف هذه هي الصورة عندنا هذه الصورة الشابة لتحمل الزهور كلمنا عنها الشابة دي هم في إيطاليا أو أموان في أوروبا بيكون إنتاج الزهور على رأسهم بيكون يوم التخرج فأنا شفتها صورتها من بعيد على أساس أن أنا هديها هدية لها في يوم تخرجها يبختها شكرا ففي اللحظة دي أنا لما عملت معها فيديو وقدتها الصورة كهديية هي بالفعل كان معها مصورة تانية فلما أخذت مني الصورة بتاعتي وشافتها انبهرت بها هي وصديقها وقال لي انتراكم واحد وكده فأنا بسيت لنظرة صديقتها اللي هي المصورة حسيت أن أنا يعني مختلف عنها بالضبط وهذا الشيء هي ديت مني اللي بيميزك يعني الحلو أنك بتفاجئ الناس ما بيكونوا عارفين أنك بتصورهم وفوق كده يعني صراحة تصوير احترافي يعني لا إضاءة يعني احنا عارفين الصورة الاحترافي يبغالوا إضاءة يبغالوا أشياء كثير انت بلقطات بسيطة بتطلع الصورة رائعة زي حدنا صورة الطفلة هادي اللي على كتف والدها إيش قصتها أيضا جميلة الصورة دي جميلة دي طفلة كنت شفتها بالصدفة في الشارع فصورتها لأن شكلها جميل عجبني وكنت حابب لأنا أخذ إذنهم بس ملحيتش اللي أنا أروحت له بإذنهم بعدين عرفتها عندي على السوشال ميديا على البيتج بتاعتي ايه فبالصدفة بعد حوالي أربع أو خمس أيام والدتها كلمتني تواصلت معي الفيديو ووصل لها بالصدفة وقالتلي شكرا على الصورة الجميلة وأنا عاوزاها لو تقدر تبعتها لي وكده فأنا مكنتش متوقع خالص إن الصورة توصل لها لأنها أصلا ليس إيطالية هي من الأرجنتين واو في الوقت ده قلت يعني تفهمت إن فيديوهاتي بتوصل لكل مكان لا مش للعرف حقيقة يعني والهم شيء الأم ما زعلت يعني صراحة الصورة رائعة جدا طيب كمان عندنا صورة هذا الشاب الوسيم يعني الغريب إنك بتلقو تلقيت في البوزة الصح في اللحظة أو في الثانية الصح برغم إن المصور احترافي يقولك أحمل البوزة وما بتطلع تلقائية وحقيقية وعفوية زي كده يعني هو أحياناً بتكون الصورة العفوية أحلى وبعدين مع الوقت والخبر والتدريب أنا أتدرب قصة الشاب ده أستاذ يوسف هو مغربي أنا ما كنتش عارف إنه هو عربي نعم فطلبت اللي أنا أصوره وهو رحب بالفكرة فبعد كده لما نشرت لين عجبني ستايله جداً وده برضو يوضح إن مش الأوروبيين بس إن نفضتهم حلوة لا العرب كمان وإنت لك نظر جمالية يعني أيضاً في الموضوع يعني تعرف تنتقل للصور الجميلة جداً صراحة بالفعل فلما نشرت الفيديو حاز على عجبات كتير جداً ومشاهدات وهو كان من أول الفيديوهات اللي ناجحت عندي مضبوط على السوشال ميليا وهذه أيضاً من أكثر الصور اللي عليها مشاهدات ولايكات الكلب الضاحك المبتسم كيف قدرت أخد لكته زي كده؟ هو ليه قصة غريبة شوية في اليوم ده أنا كنت ماشي بطلب من الناس اللي أنا أصورهم ففي عدد كبير جداً رفض يعني كل ما أطلب من حد يقول لي لا مش عاود لا شكراً مستعجل فأنا حسيت يعني طيب خلاص بعدين وأنا ماشي كده لقيت الكلب ده مبتسم شكله حلو فسورته بعدين نشرت الفيديو عندي يعني حاز على يعجبات كتير جداً ومشاهدات الناس علاقت على الفكرة قالوا أن الكلب أفضل من الناس هو يعني رحب بالفكرة بتاعتك رحب بالفكرة أكثر يعني صراحة شريفة رائع رائع جداً كمان خلينا نشوف هذه آخر صورة الفتاة مع الهامستر ويبدو أن الصورة في الليل وإحنا نعرف أن تصوير الليل ده يبغاله إضاءات خاصة يا شريف أخنعني أن هذه كانت صدفة كانت صدفة بالفعل لأن أنا شوفت الشاب معدي وعلى كتفه وهمستر استغربت روحت أطلب منه اللي أنا أصوره فأصورته وبدأت أتكلم معاه أنت بتعمل إيه أنا هو بيدرس وكده وبعدين بسأله عن الهمستر قال لي ده هو صديق وعيلتي وكل حاجة لي أنا استغربت طيب يعني كانت حاجة غريبة من يسريني ورأ أقول لك صورة قصة وحكاية وهم شي ردود فعل الناس أكيد بيكونوا مبتسمين وسعيدين بهذه الصورة أتمنى يا شريف أني أكون محظوظة وتصورني بعض من هذه الصور الجميلة بأنا ملك ذهبية شكرا لك المصور الفوتوغرافي شريف شما من ميلان وشكرا لوجدك معنا اليوم ألا أقول وإلى أجواء عيد الأطحى في موسكو والزميل عبد الجواد زميلنا هناك يسعد صباحك وأطحى مبارك وماذا عن عيد الأطحى مع ارتفاع درجات الحرارة هناك؟ أريم أطحى مبارك وكل عام أنت وعائلة صباح العربية بألف خير لو كان يعلم سكان موسكو أن مدخلتي وإياكي على صباح العربية ستوقف أمطار المدينة لكانوا طلبوا منا فعل هذا قبل يومين تخيلي 150% من منسوب الأمطار الشهرية طول خلال يومين لذلك الوضع الآن مستقر خلال هذه الأطحى أجواء العيد لنعود للموضوع طبعا مريم في موسكو تختلف كليا عما هي عليه في عالمنا العرب في العالم العربي هي أربعة أيام لكن في موسكو تحصر بيوم واحد أيضا لك أن تتخيلي بأن قرابة 400 ألف شخص تواجدوا يوم أمس في مسجد المدينة لكن الأعياد في روسيا ريم إن كانت شرقية وإن كانت غربية وإن كانت أعياد محلية هي مرتبطة بجمال المكان وليس بجمال العيد لذلك سأتواجد وإياكم اليوم في أحد المناطق في مدينة موسكو وهي بالمناسبة قريبة إلى مكتبنا مكتب العربي نلاحظ طبعا كيف تبدو هي المدينة عندما يأتي الزوار إلى هنا يرغبون دوما بجلوس في أحد الأماكن وأخذ كأس من القهوة على ما يحدث في عالمنا العربي لكن المشهد هنا يعكس جمال الوضع وجمال الطبيعة وهو ما يلعب دور محوري كبير في تزيين الأعياد إن كانت أعياد رأس السنة أو أعياد النصر أو أعياد دينية أو أعياد ثقافية أو أعياد حتى رياضية لذلك طبعا لا أخفيك الحقيقة أنا الآن أجلس وأمسك بكأس أو بكوب القهوة القهوة نوعا ما إن صحها التعبير والمشهد هنا رائع وساحر بهذا الوضع يخرج سكان مدينة موسكو من ضغوط العمل من يوم النهار الطويل للراحة نوعا ما ولو حتى ذلك بدقائق لكن أجمل من الراحة في المباشر مع صباح العربي يريم لا أخفيك الحقيقة لا يوجد يا سلام عليك عبدالجواد يعني صراحة أجواء جميلة بالفعل وحلوة كمان أنا الصيف بدرجات الحرارة كذا والواحد يستمتع بالصيف ويستمتع كمان بعيد الأطحى وشايفين هذه الصور الرائعة للمسلمين في موسكو وفي روسيا كيف بيستمتعوا بأجواء عيد الأطحى كل عام وأنت بخير مرة أخرى عبدالجواد مراسلنا من موسكو شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح نبدأ الفقرة فقرتنا للأشهى والوليمة ونروح إلى تونس وتحديدا مدينة نابل مدينة التوابل والبهارات والورود المقطرة التي تستعمل في الطبخ مراسلتنا أحلام العبدالي تعد لنا المشلوط طبق عيد الأطحى المميز نحن في الوطن القبلي التونسي نابل تحديدا العنوان الأبرز لأشهى وألذ الأطباق في عيد الأطحى والتي ستكون مع أمان عيد الأطحى في نابل يتميز بالمشلوط والهريفة العربي اكتشفوا معنا موسيقى صنع النقطة لمشلوط طبعا في الزهر الميجلي الهريسة العربي في نابل مراهي ما تغيب على طعم في العيد الكبير على خطرحنا التونسة والنابلية حبينا معناتها نحيو توراثنا وتمسكنا بتوراثنا على ذلك إخذة جيزة في اليونسكو موسيقى إذن هذا كان طبق المشلوط التونسي إذا سألتك عليه ممكن تكون سمعت به ولو سألتك مثلا عن الباجة العراقي ممكن ما تعرفها أو طبق الشي السوداني برضو ممكن يكون غريب عليك لكن مجرد منقول المندي الكل في بلادنا العربية يعرفوا أكيد هذا الطبق العربي الأشهر اليوم في صباح العربية نحتفي بطبق المندي ونتعرف على الوصفة على أصولها أيضا ونحتفل بالعيد موسيقى طيب اشراكم نقول ما ندخل على وصفة المندي نروح للعراق وسألنا الناس هناك إيش هو طبق اللحمة المفضل لك في العيد شنو طبق اللحمة المفضل لك في العيد الهبيت غير ماكو غير الهبيت والله هو القوزي والبرياني يعني ذني كباب مشاوي همين موسيقى شنو طبق اللحمة المفضل لك في العيد تيكا لحم وكباب مشوي وستيك لحم والله هي جميع نوع اللحم حلوة طيبة بس الأغلب نسميها المندي ما حب التنويع وهل شي بس على أغلب يعني كباب ماكو طلبات ثانية نحن نحب اللحم فمثلا قوزي على تمن مندي لحم تيكا لحم كباب هاي يعني شهيتنا شهيتنا وأكيد نرحب بطبق المندي الكبير هذا اللي أمامنا اليوم وببدير مطعب اليمن للمندي زعل سفنان محمد خير وانا بلايج يعني شي بي موث شهيت طبعا طبعا أحمد القاضي يسعد صباحك اليوم معانا في صباح العيد الله ما هذا المندي هو الطبق المفضل للجميع أنا عندي سؤالين ايش أفضل نوع خروف يستخدم للمندي وما سر طراوة المندي في البداية نرحب بالسادة المشاهدين وانهان بمناسبة في عيد الأضحى المبارك أنواع الخروف في ثلاثة أنواع مشهورة نبدأ بالخروف النعيمي التي يأتي مصدره من بلاد الشام والمملكة العربية السعودية في النوع الثاني النوع النجدي الذي يأتي مصدره من المملكة العربية السعودية ولكن النوع النعيمي هو المفضل في استخدامه في الولائم والمناسبات والعزائم الكبيرة لماذا؟ عشان الدهن؟ عشان كثرة الدهن الموجودة فيه طيب؟ عشان تعطيها الطراوة اللازمة بس ظكري هذا إجابة لسؤالك الأول طيب السر في الطراوة؟ السر في الطراوة ينطبخ في حفرة خاصة يتسمى حفرة المندي نظب لا، وما سنأكل يا أستاذ محمد، سندخل على المندي شاهد؟ شاهد؟ طيب، نضعه في الحفرة المدة تقدي بدايةً يتم تتبيرها خاصة في الشيفة اليمني من ميكس من الزعفران والكركم قد ينا الأسرار الزعفران والكركم وإيش تاني؟ والمرح وبعض من الأسرار الأخرى وبعدين نبعه أشه على البهار؟ البهارات يتم تتبيرها التتبير ونضعه على جنب حلو نقوم بتحذير الأرز مدة من 30 إلى 35 دقيقة وغليه في الماء نقوم بأخذ طبق الأرز ووضعه في قدر الحفرة في الحفرة التي تم جهيزها مسبقاً بالفحم والحطب والأشياء الأخرى ولا يستخدم الغاز في طبق المندي هذا سر طراوته طيب وكم ساعة يقعد في الحفرة يقعد من ساعة وخمسة وابعين دقيقة إلى ساعتين يعتمد على نوع اللحم وعلى عمر اللحم يا سلام عليك طيب وفيه كمانا شايفيننا أطباق أخرى معاك برضها من الأطباق المشهورة في اللحم في اليمن عندنا المقلقل معروف المقلقل أنه المقلقل؟ هذا المقلقل هذا المقلقل؟ المقلقل المقلقل يا سلام المقلقل باللهجي طيب وإش الأنواع الأخرى؟ هاي الأنواع الأخرى التي نقدمها في مطعمنا مطعم اليمن المندي نأتي للطبق الأبرز والمشهور أيوة وهو الفحسة الفحسة إيش هذا اللي بتحط فوقه؟ هذه الحلبة اليمنية حلبة؟ حلبة ايه يتم وضعها على الفحصة والسلتة وهذه السلتة؟ هذه فحصة وسلتة تعطي نكتها أخرى للأكل وكما عندكم فيه دقوس يمني ما اسمه؟ السحاوق يسمى السحاوق باللهجة العامية السحاوق؟ السحاوق النوع الآخر هو السحاوق بالجبل يا سلام السحاوق الأخضر هذا فقط سبايسي يكون حار يا سلام وطبعا تزينه هذا خبز ملوح هذه الخبزة مختلفة مثل المشلتة؟ سبايا مشهورة في محافظة إب سبايا يتزين الطبق بالمكسرات والبصل والإشتاني نحن نرى والثلثل والبيض والكاجو والزبيب والله شيء خلينا نوري الناس نوري الناس ماشاء الله انظر إلى هذا الجمال انظر إلى هذا الإبداع هذا هو المند الطيب اللين الأصلي يا سلام يا سلام يعني صراحة شيء يفتح النفس بمناسبة هذه الوليمة الجديدة الفنان محمد خير ماذا ستهدينا من أغنية عشان نستمتع والله شيء طالما أكلات من الأكلات يلا دينا من الأكلات الشيش برك بحي الأرمان لحم بكرة زوت وصاية منسف على وجه كرد يشور الزبر لحم وكماية وخروف المحشي قلوبات بسمن العربي مقلاية المكتف استاذ الكل هو عب نزع الشواية وهي هي 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 الأكلات العربية يا سلام هي هي الأكلات العربية الله تسلم طبعا الفنان محمد خير وتسلم يدكم على هذا المندل الجميل الأصيل خلينا نقول على أصوله اللي تعرفنا عليه بأسراره كمان خلونا إشراكم نروح إلى رأي الشارع المصري وسألناهم كمان هناك ما هو طبق اللحم المفضل اللديهم في العيد الفتا أكيد تهيانا أفضل طبع لها لحمة في العيد الفتا معروفة يعني أي بيت مصري لازم أول يوم عيد لازم يبقى فيه فتا في الموضوع الفتا واللحمة ومعها كمان اللحمة المشوية هتبقى جميلة جدا هو طبق الفتا اللحمة الدوني طبعا أفضل حاجة الليه في العيد طبعا طبق الفتا الصبح يعني في يوم أو يوم العيد يعني كل الناس تعودوا على الفتا وطبعا اللي بيت بحدي بيها في كوارع في حاجات تانية كتير برضو كل واحد بيحب اللي على مزاجه طبعا الفتا واللحمة المحمرة والمشويات والحاجات دي يعني اللي بنأكلها للفاميليا بتاعت احنا بنحب الفتا طبعا جدا حاجة والكوفتا بنحبها برضو وانتي يا رب تحب ايه؟ لحمة المشوية اللحمة المشوية اللحمة المشوية والمدفون في الحفرة ولكن الاختلاف في البهارات في البهارات مستخدمة احنا اليوم تعلمنا كثير من الأسرار صراحة شكرا لمطعم اليمن للمندي أحمد القاضي شكرا لوجودك معنا وأيضا للفتنان محمد خير جراح بسنا تشيلو هلا بدي لا احنا هنهجم بعد الحواء شوية طيب عمونا مشاهدين العام الثاني على التوالي تشارك السعودية بمطبخها في أكبر معارض العالم للأكل تيستوف لندن والذي يحضر الآلاف سنويين والروايح والطاقة الإيجابية في الخيمة السعودية كانت أكيد غير واثارة الفضول للتوقف والتعرف على الأطباق السعودية ننتابع مع عروب عبدالحق من لندن موسيقى جريش وباليلة سعودية وحنيد وكباب ميرو ومطبق وكليجا موسيقى كلها وسط لندن والناس يصطفون بحماسة في طوابير انتظارا لتبوقها هو الجناح العربي الوحيد في مهرجان تيستوف لندن السنوي موسيقى تقهوينا على الطريقة السعودية ورح بابنا بحصن الضيافة العربية من قبل عشرة طهات سعوديين يشاركون هذا العام بأطباق من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية منا لقصيم التقينا منيرا وفي جلسة لطيفة معها تعلمت عن لكليجا وأصولها ولم يخلو الأمر من إعداد القليل منها مع منيرا لطريقة تخطرها حفرة تختبري إذا أنا شاطرة أو لا لازل تكون رقيقة لعيش لكي مع الفرن تنتظر ماذا رأيك؟ خطين عليها ملعقة سكر ممتازة انا كثرت؟ اخذي منهم شو تغطيها وليس تخطيني وعيش هل تستطيع أن تأكلها؟ نعم دعيكي قوية نعم نعم طبعاً لدينا بلقصيم الكبار والصغار أجدادنا كلهم يعلمون أننا من يوم نصغر لكي نتعلم التراث بطل أيوه ما شاء الله يا سلام ولم يكن وارداً أن ننهي اللقاء دون تضوق الكليجة ونتيجة ومن الحجاز يعد لنا عبدالعزيز الانطبق السعودي نطبق أكلة حجازية شعبية تتكون من العجين البيض الكرات طبعاً تتعامل وتتحط على القريل وتتقطع وتتقدم مع الليمون والفلفل صراحة ردت فعلاً الناس جداً غير متوقع كلهم مبهرين نعم شي جديد عليهم يجربوا الأكلات السعودية يعني صراحة الحمد لله قاعد نشر التقافي السعودية في الأكل بشكل كبير ومن الرياض أعدت لنا الهنوف الجريش الذي قالت إنه يطبخ على النار منذ أربع ساعات متواصلة أنا من الرياض والطبق أيضاً من المنطقة الوسطى بشكل عام القصيم الرياض والضواحي يعني مر مرة أعجبهم الجريش أعجبتهم المسمنة أعجبهم كيف أنه بلين وما في نكهات قوية كيف؟ أعجب أعجب طموح المملكة في تقديم أفضل ما بثقافتهم إلى العالم للصباح العربية من لندن عروب عبد الحاق صراحة حلقة شهية ومليئة بالطعام اللذيذ وأنا لست نادمة إني رح أجرب كل أنواع على أكل لأن الندم عاطفة معقدة وجزء من التجربة الإنسانية وهو صدى القرارات التي لم نتخذها والكلمات التي لم نقلها هو ما يبقى بعد أن نفكر ماذا لو لنتساءل عن كل قرار في حياتنا لكن الندم ليس مجرد رثاء للفرص الضائعة بل فرصة لمسامحة أنفسنا على أخطاء الماضي واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المتبقى الكاتبة الأسترالية بروني وير صاحبة كتاب أهم خمسة أشياء يندم عليها الناس قبل الموت عملت لثماني سنوات على هذا التخصص بعض العبارات التي شددت عليها بروني في كتابها هي أتمنى لو لم أعمل بجد أتمنى لو بقيت على اتصال بأصدقائي حتى الناجحين في الحياة يمكن أن يشعروا بالندم على بعض القرارات أو المسارات التي اتخذوها أكيد هناك مزيد من التفاصيل مع الزميلة الريان ومعها أمثلة واقعية يصعد صباحك مرحبا وعيد أطحى مبارك كل عام أنت بألف خير يا ربو صحة ومن تألق لتألق يا ريم ومن تألق لتألق يا ريان واليوم بعد الهوى إن شاء الله نجتمع على مائدة منه أكيد لازم والشي السودانية كمان أسماء كبيرة ممن يعتبرون من الناجحين في الحياة عبروا في مناسبات عدة عن ندمهم على أشياء لم يهتموا بها نبدأ بستيف جوبس مؤسس شركة أبل أعرب في سنواته الأخيرة عن ندمه على قضاء الكثير من الوقت بعيدا عن عائلته وعدم التواجد بجانب أطفاله بشكل كافي وإلى إيلون ماسك رئيس تسلا وسبايس اكس تحدث في مقابلة مع نيويورك تايمز عن الضغوط الشديدة وأوقات العمل الطويلة ما أثر سلبا على صحته ونمط حياته وإلى جوني ستيورت المذيع الكوميدي ترك برنامجه الناجح بعد 16 عاما ليلاحق شغفه في الإنتاج السينمائي وأعرب في عدة مقابلات عن ندمه لعدم اتباع شغفه منذ البداية ونختم بجيف بيزوس مؤسس أمازون قرر ترك وظيفته في الاستثمار المالي لأنه كان يخشى أن يندم في المستقبل على عدم المغامرة واتباع حلمه في بناء شركة تجارية إلكترونية الآن إلى ريم شكرا لك ريان خلونا نرحب من كندا بضيفنا الاستشاري النفسي الدكتور أسامة النعيمي يصعد صباحك دكتور أسامة أنا ما عرف يمكن أن فارقة توقيت صعب ولكن عيد مبارك وعيد أطحى مبارك وكل عام والعائلة الكريمة بألف خير كل عام أنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى الجميع بخير وسلامة ويا ريت لا تنسونا في جلسة المنديل والله إذا حتفوتك صراحة عموما أن دكتور يعني بنشوف تجارب بالفنانين أو المشاهير ودائما ما يقولوا كلمة لو يرجع بي الزمن ولو أرجع بأول ما كان سويت وهناك ندم وأنا أخشى بأني أمر بهذا الشيء مع أني اليوم أقول أني أنا مبسوطة ولا أعتقد أني راح أندم على شيء متى يستوعب الإنسان بأنه هناك ندم ويتمنى أن يرجع فيه الزمان مرة أخرى أظن الإنسان دائما يحاول أنه يوازد بين النجاح الذي حصله في علاقاته العبلية وبين استمرار علاقاته الاجتماعية وخصصا علاقاته العاطفية والأسرية لذلك هو دائما ينظر إلى النجاح العاملي على أنه ضرورة آنية ودايما يلاحقها وبعد فترة مثل ما الأمثلة اللي وضعتها يتحول النجاح إلى الـ المنطقة الراحل اللي هم يحبوا أن يظلوا فيه حتى لو حصل مع ذلك وترافق مع ذلك إهمان لحواياتهم العاطفية والعملية والأسرية الندم يبدأ عندما يكون المتبقي من الوقت أو من الصحة أقل بكثير من استدراك هذا الخطأ فيبدأ يحاولوا أن يدخلوا عن كل النجاحات التي حضرتك ذكرتها لمجرد اللحاق بالأوقات التي يستطيعون أن يقضوها مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتهم مظبوط كلامك طيب إذن لو تدين بعض النصائح حتى أستفيد من الندم لأن هناك ناس يأتيهم فترة يقول لك أنا ندمان على ما فعلته أو يدخل في دائرة من اللوم النفس وجلد الذات طيب كيف أستفيد من هذا الندم؟ أهم شيء في الندم أنه ما يأخذ من وقتك أكثر مما يستحق أن يأخذ وأنه يتحول الندم نفسه إلى حبل تضعيح حول رقبتك ورقبة الآخرين ولا تتحرك من مكانك الندم بعض الأحيان تصرف طبيعي إذا كان حتى لو النجاح مستمر لأنه نضع دايماً ببالنا الأشياء التي نتخلى عنها ونحن ناجحين إذن في اللحظة اللي شعرنا فيها في الندم يجب أن نتوقف ونعيد النظر في نفس الميزان اللي تكلمني بي ونعيد النظر في أولوياتنا في الوقت اللي حضرتك موجودة الآن في عملك في ستوديو موجودة أمام الملايين أنت أكيد بتنظر إلى ساعات تحبي أن تقضيها مع الأشخاص الأكثر أهمية في حياتك إذا ابتدأتي من الآن فلن تشعري بالندم نهائياً لكن إن حدث في فترة أنه طبيعة عملك أو المسؤوليات اللي عليك زادت أوقات كثيرة يجب أن لا تنسي نهائياً وأنا أيضاً لا أنسى نهائياً أنه في أشياء في حياتنا تتسابق مع النجاح وربما تسبقه مش بس العائلة الصحة أيضاً الإيمان الاهتمام بالآخر العمل الخيري العلاقة مع الخالق كل هذه الأشياء يجب أن لا نتجاوزها في اللحظة التي نكون تحت تأثير خمرة المجاح مظبوط مظبوط طيب خلينا نروح كمان إلى لبنان وسألنا هناك الناس ما هو القرار أو الأمر الذي تندم عليها أو لا تندم عليه في حياتك لن تندم عليه القرار اللي أخدته بحياتي وندمين عليه القرار اللي أخدته بحياتي ما وندم عليه أنه جبت ابني على الحياة كنت بعيدة عن الرياضة ورجعت للرياضة صليت تقريباً 23 سنين إلى هلأ يعني كنت أتمنى بداية ثمانينات أروح كلية قانون فما صارت الفرصة بسبب القبول بالكليات فب 1999 رجعت السجاد كلية القانون وأكملت الكلية وأكمل السنوان جستير والآل محامي القرار اللي أخدته بحياتي وما بندما عليها أنه تجوزت وعملت عائلة أكيد كملت IT بالP3 IT معهد لأنه هذا الاختصاص وقت أنا فت فيه كان العالم كله عنده داوت وشك بهذا المجال أنه ما له مستقبل بالحياة الأريبة أو المستقبل اللي بعيد هنا أرجع لك دكتور أسامة في ناس حتى لما يغلطوا في حياتهم أغلاط كبيرة تكلفهم أشياء كثيرة يقولك أنا عمري ما أندم على أي شيء سويته هل هذا صح؟ هل هو المفروض أننا نندم ولا ما نندم؟ يعني أنا محتارة في هذا الموضوع أنا أتفاجأ أنه بعض الأشخاص يعتقدون أنه حياتهم مثالية لدرجة حتى الأخطاء اللي مروا فيها يجب أن لا يتندموا عليها الندم مش دليل للفشل بالعكس الندم دليل للوعي أنه نحنا مش هنا في اتجاه ربما لم يكن مقسوم لنا الندم دافع لنا أنه نعدل هذه الأخطاء أما عدم شعورنا بالندم ربما يكون هذا معناها أنه نحنا مخذين في نفسنا فكرة أكثر من الحقيقية يعني هو الندم يعبر على هذا الإحساس من شخصية سوية يعني أنا عندي ضمير أنا أشعر بخطأي أنا أتوقف هنا وأعترف فيه وأحاول أني أستفيد من هذا الخطأ وهذا دليل على النضوج هذا دليل على أن أنت واعي ومدرك المحيط اللي فيك وهذا أيضا دليل على أن أنت في اللحظة التي استطعت أن تتدارك نفسك توجهته إلى التدارك النفسي ما في عيب أنه نقول أنا آسف أنا غلطانة أنا مشيت في الاتجاه اللي ما يناسبني يجب أن أتوقف وأنظر إلى الاتجاه الآخر يجب أن أعيد التوازن إلى حياتي العيب الأكبر أنه أنا أصل أما إلى مرحلة اللاوعي بحيث أنه حتى أنا ماشي في أخطائي أنا سعيد فيها أو أني أعلم بهذه الأخطاء لكن ظروف معينة أضطر أنه أتقبله وفي النهاية أصل إلى النقطة اللي أنا أكره نفسي أيضا نعم ما هو الأفضل يعني هل الواحد يصرح بندمه على شيء ما يعني مثلا إنسان حصل له حاجة عادي ممكن يقول للناس أنا ندمان أعترف بهذا الشيء أنا ندمان عليه ولا الأفضل أن يحتفظ بهذا الندم لنفسه قد قلني إذا قلت لك أنا اليوم بالضبط كنت بقرأ موضوع عن هذا الشيء وكان من ضمن الأشياء التسعة للكاتبك وليجب أن لا تصرح لها أنه ما في داعي تشارك الناس كل أخطائك ودقائك حياتك بالعكس بعض الحيان يجب أن تحتفظ بهذه الأسرار ربما للحفاظ على شكلك العام أمام الآخرين لكن هذا مو معناها أنه ما تعدل حياتك معناها أنه عدل حياتك لكن مش بالضرورة أن تشارك كل الأسرار أنت بتمر فيها مع الآخرين بالفعل دكتور ساما النعيمي شكراً لوجودك معنا وأستمتع في العيد ولا تندم إذا أكرت كثير من النحو شكراً لك شكراً لك أكثر قرار ما ندمتش علي أكثر قرار ما هو اللي يجبت لأولادة ما ندمتش ربي يفضلهم ربي يبارك وماذا هو يقر وولدي صغير وولدي بنتي صغير الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكر على شكراً نصلي أنا كنت صلي ربي يتقبل نحب مناع حتيت موخي في القرائم أنا بش ركز على قرائتي ركز على عيلتي نوصل حاجة اللي حب عليها هذي هوا القرار اللي أنا حبيت نوصل لها كهو أنا أخذيت المرأة متاعي قصة حب عظيمة دي مش عظيمة فاتت العظيمة من غد الحب الكبير شكون نادي الفريق يو والحب السر الثاني شكون جوزت يو حب السر هذي مزوز من دمتش علي نا من دمتش والآن مشاهدين الأوفق وقفتنا الثالثة من زوايا المراسلين وأكيد أجواء العيد في طرابلس في لبنان تقولها لنا زميلة رينا دواهي كل عامة وأنت بخير رينا صباح الخير وكل عام وأنتم جميعا أيضا بألف خير يعني عيد الأطحى أو العيد الكبير كما يحلو للكثيرين هنا تسميته مناسبة اجتماعية ودينية على حد سواء ففي طرابلس وخاصة في المناطق الشعبية يبقى للعيد الكثير من العادات والتقاليد والمورثات الذي يحاول الكثير من الأهالي الحفاظ عليها فالعيد قبل كل شيء هو مناسبة للوقوف يعني إلى جانب الأكثر حاجة والعيد يبدأ في زيارة المراكز الخيرية وفي زيارة العائلة وبالعائلة في طرابلس لا نعلي العائلة الصغيرة فقط إنما العائلة يعني الكبيرة والأهل والجيران حيث يقدم المعمول المشغول يداويرا طبعا في المنزل وتقدم الحلويات أيضا وتبقى العيدية وعلى رغم كل بساطتها فرحة كبيرة للأطفال قبل أن يستحبهم ذوهم إلى حدائق العامة وإلى مدينة الملاهي وإذا هذا الكورنيش الذي ترونه خلفي والذي يشكل المتنفس المجاني للجميع والذي سيعج دون أدنى شك بالكثير من العائلات مع تقدم ساعات النهار أيضا بالمقابل هناك مظاهر عصرية أكثر للعيد تتجلب الحفلات التي تمتد في ثاني وثالث أيام العيد والتي يحييها فنانون لبنانيون وعرب وأجانب وبذلك يعني يكون العيد ليس حكرا لطائفة واحدة في لبنان بل العيد يعني هو يشعر به جميع اللبنانيون في بلد يتفاخر بالتعايش بين مختلف أطياب جميل يعني حلو رؤية حتى البساطة وأنه الأطفال يعني رؤية الأطفال في العيد هذا بحد ذاته وفرحة وأله يسعد الجميع ولكن أيضا كمان الصيف زي ما ذكرتي يعني في لبنان زحبة وحافلة بالمناسبات بدءا من حفل عمرو دياب ما هي التفاصيل؟ طبعا طبعا حفل عمرو دياب كان حفلا ضخما أحياه على واجهة بيروت البحرية يوم السبت الفائد بحضور فاقة ورغم أزمة الحر وموجة الحر الشديدة التي تضرب بيروت بحضور فاقة 22 ألف شخص ليكون بذلك يفتتح موسم صيف لبنان لعام 2024 بحفلة قد تعد الأطخم على الإطلاق لهذا الموسم طبعا الجمهور أتى باللباس الأبيض كما العام الماضي بطلب من اللجنة المنظمة وعمرو دياب تفاعل بشكل كبير مع جمهوره ومحبيه في لبنان وقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة طبعا هذا الحفل رغم نجاحه كان عرضة لبعض الانتقادات ركزت بمعظمها حول انقطاع الانترنت خلال الحفل ووجهت أصابع الاتهام هنا إلى وزارة الاتصالات وما إذا كانت تواطأت أو رضخت لأوامر الشركة المنظمة بمطلق الأحوال يعني الترحيب الحار لعمرو دياب لم يكن فقط من الجمهور خلال الحفل بل سبقه لخاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي استقبله بحرارة وأثنى على دوره في دعم السياحة في لبنان خاصة وأنا لبنان على أبواب هذا الصيف ورغم كل الأوضاع ورغم الحرب الدائرة جنوبا يستعدوا لاستقبال أكثر من مليون زائر مرتقب لهذا الصيف نعم نعم يعني هم شيء انبسطوا الناس وكلهم طلعوا مبسوطين وهذا الأهم شكرا لك رينا دويهي على هذه التحاصيل طيب اسم من عمالقة الفن العربي وعميدة الأغنية المغربية مرسول الحب لا يزال يوزع الحب والموسيقى على جمهوره منذ ستة عقود وأكثر في يوم العيد يطل عبر صباح العربية في لقاء خاص معه من كازابلانكا من الدار البيضاء ورحب بالفنان المغربي عميد الأغنية المغربية الفنان عبدالوهاب دوكالي يسعد صباحك وسعيدين جدا وجودك معنا اليوم خلينا نسترجع بعض الذكريات ونرجع للبدايات عميد الأغنية المغربية لم يكن طريقه معبدا بالورود ففي بداياتك تعرضت لانتقادات من النقاد ومن الإعلامين لماذا كان هذا الانتقاد وماذا تتذكر عن هذه الفترة؟ أختي الكريمة يعني الإنسان بدون انتقادات بدون أن ننتقد عمله فأظن ليس بموجود فالإنسان الذي ينتقدك هو الذي يريد منك أن تصل إلى المبتغى فأتذكر شيء جميل جدا حصل لمحمد عبدالوهاب إذ أخذوا كثير من الجرائد والمجلات انتقدونا على طريقة أغنية ولا تلاحيني ولا طريقة أغا الأدائي صحيح فجاء حمد شوقي قال له حدت الجرائد والمجلات قال له لماذا؟ فقال له حدت الجرائد والمجلات أرض اطلع فوق جرائد والمجلات فطلع محمد عبدالوهاب فوق الجرائد والمجلات قال له الانتقادات أخذتك عالي فشوف نفسك كنت صغير فهذه الناس كتبوا عنك لأنهم يعشقونك يعشقونك ويحبونك ويقولونك أن منك الكمال فلهذا يعني ضروري من الانتقاد وضروري أنه الإنسان يقولون الناس عليك ليسا دائما الخير أمتي دائما لأن النفس أمارها بسوء مزبوط مرات الناس بتدور أو بتشعل الشيء البسيط العادي جدا اللي في الإنسان اللي غير موجود ربما هم تشعلين فالانتقاد ضروري في رأيي أنا مزبوط طيب خلينا أرجع معاك إلى بداية الستينات لما قررت أنك تذهب إلى القاهرة وألتقيت بعمالقة الفن في ذلك الوقت محمد عبد الوهاب عبد الحليم حافظ فريد الأطرش ما هي أجمل الذكريات هناك خصوصا أنك تقول بأن القاهرة غيرت في حياتك ومسيرتك الفنية وانطلقت فيها شهرتك في العالم العربي لما ذهبت إلى القاهرة وذلك كان بدعوة من إدارة صوت الهرب لكي ألحن بعض قطع مغربية أو شرقية نعم أو مصرية لقيت نفسي أنني عودت ما أجلس أسبوعين أو ثلاثة أو حتى شهر لكي أتقدم بالأغاني وأسجل في السلطة الهرب لقيت نفسي أجلس ثلاث سنوات وهذه ثلاث سنوات تعلمت فيها الكثير يعني صافحت وجلس أناس كبار زي محمد عبد الوهاب عبد الوهاب محمد قليل بن داري حسين السيد أو غيرهم أم كلتوم عبد الحليم محمد عبد الوهاب كما قلت كامل شناوي فهذه الناس هذا السيد وناس صنعوا يعني مصر ثقافيا وفنيا نعم وأنا كنت لسه صغيرا كان سني عشرين وواحد وعشرين سنة فشاءت الأقدار أنني جلس مع أولئي العظماء فاقتدت منهم العلم واقتدت منهم نعم من المعرفة ونوع من العلم نعم فمحمد عبد الوهاب يعني كان كسائر للناس الكبار كامل الملاخ نعم وغيرهم من الصحفين الكبار أكيد قد ساندني مسانة كبيرة نعم محمد العبد الوهاب كان بيستدعيني كثير جدا كثير لبيتي لأتقدمها وأتحشمها عبد الحليم الله يرحمه صرنا أصدقاء لما جاء إلى المغرب وعرفني كإنسان بعد ما كان يعرفني كفنان نعم وكان من الناس الأولين أو القلائل اللي غنى لهم أغانيهم غنى أغاني العبد الوهاب الدكالي وغنىهم أظن إلا تعتل الأشياء الفنية الموجودة في فيسبوك وغيرهم حتى جدوا كيغني أغاني كتنجبني وكيغني أغاني معنا إلا بشار وكيغني أغني أديني معاك نعم فكان من المعجبين جدا حقيقة في مصر يعني كانت واحد المشاجرة شيئا ما بسيطة لما قال لي محمد عبد الوهاب في أول حفل كنت أغني في القاهرة نعم مع نجاة صغيرة قال لي قالوا لي يا عبد الوهاب أنك كنت في جلسة حميمية وغنيت الكامل الشيء الناوي لا تكذبي قلتوا نعم أي نعم قال لي لا بد أن أسمع من عندك فصلح العود وسمعت لها تكذبي الله وقال لي لا بد أن تغنيها في الحفل اللي حتعملوا معنا نجاة صغيرة أول حفل كان لي وكانت برحومة السعاد أختها السعادة التي قدمتني في الحفل نعم ذكريات جميلة جدا في القاهرة أستاذ عبد الوهاب عنكم الموسيقى لا تكذبي نعم قال لي أحمد فعد حسن نعم ليه قلت له عن غنيها قال لي كيف لا اللي غنيها للأستاذ عبد الحليم قلت له أنا بس الأستاذ محمد عبد الوهاب قل لي أغنيها في الحفل دي النجاة الصغيرة فأغتل فراح وسأل لعبد الحليم الله يرحمه كان في لندن في المستشفى وقال له الحق عبد الوهاب دوكالي سوف يغني لا تكذبي فجاء هو مريض وسامعته أنه الحارس دي المعهد دي المعهد قال لي أستاذ دوكالي أنا سمعت عرضوك بينه بينك نعم حفل حسن بتكلم عبد الحليم خلوه الحق قلت له ما عليش فما غنيتهاش وما غنيتهاش فهذا شيء كان خلاها شيء من من سوء تفاهم وشوء لكن الله رحمه كان من أحسن المطربين إذا ما كانش أحسن مطرب في الشرق طيف خلينا نروح ونستمع إلى هذه الأغنية كان يا مكان حكايا وعينا لقايا الصبيان من المتنم يغني راوع أزمن هذه الكلام كان يرغان كان يا مكان كان يا مكان حضرتك تؤمن بأن الفنان يحمل الرسالة وأنه يجب أن يعطي بلا حدود وأن لا يعتزل حتى لو تقدم به العمر وأكيد أنت كتؤمن كصاحب هذا المبدأ يعني مقل جدا في ظهورك مقل جدا في أعمالك السنوات الأخيرة وأكيد جماهير الأغنية المغربية يتساءلون عن غياب عميدها هل هناك في إنتاج جديد لك هل هناك في محافلة راح تشارك فيها قريبا أنا قلت هذه الكلمة حبا وكرامة وتقديرا للفن 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 لأنه الفن هو الذي أعطاك محبة الناس ومحبة الله نعم وهو الذي أعطاك يعني كما أقول هذه الجوائز وهذه الأشياء التي الموجودة فأظن أنه الإنسان الذي يتخلى عن أي عمل ليس بلجاء لأنه فنان فقلت من يتخلى عن الفن فأنه خائن خائن بمعنى أنه لا يمكن أبدا أن يتخلى عن شيء أعطاه الحياة وأعطاه الحب وأعطاه الخير وأعطاه بدلة وأعطاه ساعة وأعطاه عربية وأعطاه بيت وأعطاه حب الناس وأعطاه ابن العسل فهذا أظن يعني سوف تكون يعني لما أقول خيانة ربما يرى الناس هذه الكلمة كبرى نعم كبيرة ولكن خيانة يعني بالمفهوم ديالها أنه الإنسان لم يحترم ولم يقدر ما هذا الفن وعطاء هذا الفن نعم فهناك ناس من اعتزلوا الفن ولكن ما زلوا يتغنون مصبوط ما زلوا يتغنون بأغاني صوفية ويتغنون بأغاني أغاني فالفن في ذاتهم أكيد أكيد سيد عبدالوهاب عندما نذكر عبدالوهاب الدوكالي يخطر في بالنا وأكيد في بال كل واحد في الوطن العربي أغنية مرسول الحب اللي كانت بصمة مميزة في مسيرتك الفنية وكانت أغنية جميلة بالفعل وكانت يعني رمز للأغنية المغربية ما سر شعبية هذه الأغنية ومحبة الناس لها هذه الأغنية سبحان الله الغديمة أنا أسميها أغنية مواجزة لأن بحيث عملتها في ضرف ثلاث ساعات أو أربع ساعات ونسيتها سنوات بحيث كانت عديد الأغنية عندي من سنة تلات وستين لما كنت في مصر وعارف عياتها الأخت أيها الإخوان أيها المشاهدون الكرام هذه الأغنية ملها من سنة 71 لها 52 سنة نعم لكن لا زالت سبحان الله العظيم تتغنى بها تتغنى بها الجماهير وتخدغنىها الكثير إذا لما أقول كل الفنانين والفنانات العرب لم يكن أي هناك فنان لم يتغنى بأغنية مرسل الحب نعم أظن بعرف لماذا هناك سر رباني نعم ربما الكلمات ربما اللحن ربما الأداء لكن أتذكر شيء أن أول تظاهرة الدارت ثقافية وفنية في المملكة العربية السعودية وكنت من ناس لنا فغنيت لأول مرة مرسل الحب نعم فقد أعجبوا بها أو أعجب بها الجمهور وأعجبوا بها الناس الحظون ولا زالوا يتغنون بها أظن أنه الخير رجع إلى العشاق الفنانين نعم الذين سمعوا الأغنية من العربية أملكة العربية السعودية وحضرتك أبدعت فيها اجتمع الكلمة واللحن والأداء والإحساس اللي تميزت فيها الفنان الكبير عبدالوهاب الدكالي من المغرب وتحديدا من الدار البيضاء سعدنا جدا بإجراء هذا الحوار معك ودعونا نستمع إلى مقطع وجزء من مرسول الحب مرسول الحب المشيد وفي الغبت علينا خيب لتكون ستنا وجرتنا وحبت عود مرسول الحب المشيد وفي الغبت علينا أعلينا خيب لتكون ستنا وجرتنا وحبت عود ماذا من الحب إننا مفقود ونتا من نبع سبيتينا 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 ماذا من الحب إننا مفقود ونتا من نبع سبيتينا 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 البنطران الأبيض موضة رائجة وقطعة أساسية في خزانة كل رجل وامرأة طليق على إطلالات عديدة للكاجول أو حتى الرسمية لا يقتصر على الصيف لكنه سيف ذو حدين إذا أكيد تم التنسيق بطريقة خاطئة سواء من ناحية القصة أو نوع الكوماش أيضا في محكمة المودة نتعرف على الطريقة الصحيحة لتنسيقه لإطلال عصرية وأنيقة رحب بخبيرة المظهر أنا منال بدأ ويسحل صباحك منال هلو سهلا بيكي أساسي البنطران الأبيض ولكن صعب التنسيق معه خلينا نتكلم على بعض الإطلالات التي تصلح والتي لا تصلح للبنطران الأبيض نبدأ بالأول صورة هذا لك مثال الرجل يستطيعون يعتمدون البنطران الأبيض شوي رسمي مع بليزر من اللون النيوت خاصة هلأ نحن بموسم صيف والحزاء ممكن يكون رسمي أو لوفر أو مكسن اللوك كتير جيد الخطأ أن الرجل يعتمد إطلالة باللوك الأبيض فيها فتحات كروشي أو دنتل أكيد مش مرهوبة أكيد يعني اختيار غير موفق هذا وهذا اختيار جميل طيب عندنا ركمل هذا الاختيار نعم بالنسبة للسيدة بالرغم انبسطته للبنطران الأبيض إنما بينفع بأكتر من مناسبة تقدر تنسئه بالعمل بالمكتب فيها تعطيه هيك تأليفيد إذا بدنا نقول نرفع شوي من قيمة اللوك تلبث بلايزر بألوان صيفية مميزة معهز يطلع مناسب للعمل من الخطأ أنه نحن لما بنا نختار البنطلون الأبيض ننتبه كتير أنه يكون ما يكون شفاف بالضبط يعني هذه واحدة من الأشياء الصعبة اللي بتواجهنا طيب نشوف كمان طل أخرى أيضا بالنسبة للرجال كاللوك يومي أو ستريت ستايل إذا بدنا حلو البنطلون الأبيض يختاروا قماش شوي عملي أو يعني مريح باللبس مع لون صيفي أخضر لون أقوى شوي لأنه الأبيض هو لون كتير بسيط فلازم نعمل كنترست بالألوان نعتمد لون أقوى أيضا من الأخطاء الشائعة البنطلون الأبيض مثل ما بيقولوا هو كل لبسه بغسله طبعا يعني ما فينا نلبسه مرتين وثلاثة وإلا أنا بدهري بتلاقيه صفر أو تبلش يبان عليه بسهولة ويتواسعه هاي دي من الأخطاء الكبيرة لازم نحافظ عليه أبيض ناسع ممتاز اطلالة أخرى مثل ما زاكرت البنطلون الأبيض ينفعلها أكثر من المناسبة بالأعييد بالمناسبات إذا عرفنا نسعني مع التوب شوي رسمية داخل دانتال شيفون أو شك بيكون لك أنيق وعطي هيك رونا من الأخطاء أيضا اللي لازم ننتبه له أنه نعتمد بالبنطلون الأبيض حسب يعني أصته تكون حسب شكل الجسم لأنه هو أبيض بيكشف العيوب فإذا السيدة مليونة بالمنطقة يعني بالجزء السوفي تبتعد عن البنطلون السليم فت بهذه القصة لازم يكون واسع أو ستريت زي هناك كيف القصة بتكون لنا واسع أفضل طيح يخب العيوب طيب عندنا كمان هذه الأطلالة أيضا كاللوك كاجول مع السنيكرز للرجال بيقدر يعتمدوا بنتالون جينز أبيض بقمشي شفية خفيفة هلأ مع دانم شيرت اللوك كتير حلو واللون مناسب مع بعضه الدانم شيرت لازم تكون قمشته رقيقة مشين ما يسير شوف طيب إيش الخطأ في هذه الأطلالة؟ الخطأ بهذه الأطلالة إنه أوكي الرجل جسمه حلو وعدالته حلوة ولكن لابس بونت هلو كتير زي أبيض سو ما يتحمس كتير يعني بهذا الشكل لها طيب عندنا كمان أطلالة أخرى حلو رح بلش بالخطأ تالي كريم الأبيض على أبيض أنا ما بفضل مع أنه كنت أحسي بهذا الصح صدقي؟ أحسي هذا الصح هلأ هو بيكون صح ولكن اثنين تون القطعتين هن منمال يعني إذا بتطلعي باللوك ما بتلاقي شي مميز أو فلاترينج بالقليلة يا البانتالون يا البلوز يكون فيها حركة أو نقشة أو طبع عرفت كيف؟ كتير منمال هوني كمان الأسود صح هو منه كتير محبس بالصيف لأبيعة الحرارة ولكن ما في شك أنه ما فينا نبعد عن الأسود والأبيض كاللوك أنيك دائما دائما ومميز الأسود والأبيض مع بعض دائما يعني فينا نعتمد بلاتزو بانتز واسع مع بلوزة سودة طيب كمان الرجال بيقدوا يعتمدوا اللنن اللي مش اللنن بالصيف باللون الأبيض مع أميس مناسب له كمان بالإجازات بالسفر على البحر كتير مريح وعملي من الأخطاء اللي بنا نتجنبها أنه ما يكون البانتالون كتير طويل على الأرض وواسع لأنه يتعرض للوسخ مثل ما قلنا ويتعرض أيضا أنه يتخزق وينتزع بسهولة يجب أن يكون أعلى من الكعب شوي حقيقي طيب إيش اللي أطلال هون السيدة بتقدر تعتمد إذا احتارت كتير شو بدا تلبس مع البانتالون الأبيض أأمن خيار هي تعتمد شميز أزرق في خطوط أو خطوط زهري أو اللون لنيوت تعتمد الأولد ستايل موني اللي هو الستايل الكلاسيكي بيعتمد على الكواليتي أكثر من الترنديت والفاشن والهبيت طيب وهذه إيش؟ هوني بنا نقول إنه لما بنا نختار البانتالون الأبيض ننلبسه نبتعد أكيد عن القشي اللي بتخايل ويكون ملونة من تحته طيب مزمول إمكان أفضل شي إنو نلبس تحت الأبيض يكون لون نود وليس أبيض من لون البشرة شكرا لك منال كمان خليني ارحب بضيفي يا محمد خير الجراح اليوم الصدفة لابس ابيض ما شاء الله علي ايه والله انا نليت بس لانه رفت انتباهي انه اليومي لابس ابيض وانا يعني احتفالا بالعيد لانه لازم يكون الدنيا بياض بس اختيار اعتبر صحيح اختياره جدا موفق البليزر كالون مع الهند كارشيف مع البانتالون موفق موفق بانيك بانيك سيد محمد خد تسعة من عشرة عشرة لا عشرة من عشرة معلاتها ليبقلو معصاته الحلو وطلن حب بيته انا عامل غنية اسمها ليبقلو معلش اقول منها شي قبل طيب خلينا اشكركم منال واكيد الفنان محمد خير الجراح شكرا لوجودكم معانا اليوم وخلينا نختم بهذه الاغنية وكل عام وانتم بخير يلا تفضل ليبقلو الحلو يلبس جينز ليبقلو طاق والتيشرت اللي عليه طيبقلو ليبقلو شي بحالو ما في من جمالو يدلل اش عبالو اش عبالو ليبقلو ليلي ليبقلو ليلي ليبقلو ليلي ليبقلو ليبقلو يا سلام اديك العافية شكرا لوجودك معانا وصلنا لختم حلقتنا اليوم مشاهدين اشكر كل ضيوفنا واكيد انتظرونا غدا في نفس الموعد اشتركوا في القناة